إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنير السلام عليكم أخواتي الغاليات إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومنقتكم حتى خير إن شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي كنتم كنتم تعب كامل الصحة والعافية مرحبا بكم في فيديو جديد كيف ما شفتو طليلة ديال رمضان وخبقي شوية الحل اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إلقاكم إن شاء الله أنتم في أحسن الأحوال والدوزو إن شاء الله بالمزيد من المغفرة والتوباقي الحلل بالناس على رمضان ولكن بزف الأخوات طلبوه مني شباكية بكيميا اللي هي قليلة مشيدي كلكوموندات الكبار يعني ما تقريبا نجوش كيلو وثلاثة كيلو اليوم إن شاء الله غدي نشاركها معاكم شو بيك اللي هي الساهلة ما اليوم ما غديش تكون شي بحدا اللي ما كتعرفش تصوب شباكي وخة ما عمرك صوبتيها إن شاء الله غدي تصدق معاك من أول تجريبة نرجي معلكة وهشيشة وفيها واحد المدق مختالف إن شاء الله أبقوا معايا فشوفوا الطريقة وسجلوها وحتفظوا بها لتحضيرات ديالكم ديالرمضان إن شاء الله المهمة أنا خدمتها الكيميا اللي قليلة وبغيت نشاركها مع الأخوات اللي ما كيخدموش لكوموند والبنات اللي كيسولوا على الحلول ديال مشاكل ديال العسل إما كيتحجر لهم إما كيولي بحث السكر إن شاء الله فيديو قريب إن شاء الله هلنصوب معاكم العسل ناجح مئة في مئة ونعطيكم جميع الأسرار دياله وخلقنا ترى فيها واحد الفيديو زوين بزف فيه الحلول ديال جميع أنواع العسل اللي زع ما كيوقعوا فيها الأخوات وعطيت ليكم الحلول ولقى نجح كبير ذاك الفيديو ولكن إن شاء الله غدي نعود معاكم في الأيام القريبة ملين بدك نصوب هكا عود للعسل إن شاء الله غدي نشارك معاكم نرجعوا للشبكية ديالنا ونبدأوا بالصلاة على نبينا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام نبدأوا على بركة الله إن شاء الله نهار تبغيوا تحضير هاد ديال بسطيلة صغار وديال المالح والحلو هذا كشي قاعد لك يتعلق برمضان الأخوات اللي كيهتموا بتحضيرات وكيوجدوا كل شي قبل مع لكم إن شاء الله مليقر برمضان غدي تقولها ليفتح لي غدي نبدأ معاكم تحضيرات ديال رمضان بجميع أنواعيها ورجموا بتعاي إن شاء الله ونبدأوا في تحضير ديال شبكية ديالنا غادي نحتاجوا أول حاجة أخوتتي هاد المارغارين هنستعملت لدى ممكن استعملوا أي نوع ديال المارغارين وغادي نرضوه على شكل نوازيط غادي نطيبوها شوية حتى تتحيد من هاديك الكشكوشة ديالها ودك التحت ذاك الشي اللي كي يكون زايد فيها ينزل تحت ولكن ما تحرقواش ما يبليش اللون ديالها قوي وإيضا عندي جوج كيسان ديال زنجلان مغسول منقي وما محمرش غادي نطحنوه مزيان حتى تحصلوه على شكل بخاليني إلا ما كانتش عندكم هاد الماكينة ممكن تديرو في ديك أنذو طروة أو لا تديرو في أي طحنة وتغربلوه إلا كنتو شكين أنها ما مغربلاش صافي غادي نحيد زبدة ديالي وغادي تشوفوها وزنجلان ولا على شكل عجينة هذا صافي ما غاديش نغربلو لأنه ولا شكل كيف ما شفتوه أنتوما وصافي غادي نوجد باقي المقادير غادي تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف إن شاء الله بالترتيب هنا أحتاجت كيلو ومئتين قران ديال الدقيق غادي نصفي هاد الزبدة هنا زبدة مارغارين باش خدمتها مازال مع الوقت إن شاء الله نخدم معاكم الشباكية بزبدة سبيسيال وهنايا نافع وحبت حلاوة طحنتهم مزيان غادي نحتاج منهم جوج ديال المعالق يعني معلقة في حبت حلاوة معلقة في النافع وضامة ديال الزعفران كيف ما يمكن تديرو ذوك الشعيرات ديال الزعفران وهنا معاكم إن شاء الله نحن كان خدمو وحنا كان ندوزو المقادير اللي بقت هنا غادي ندير هاد النواشيف إلا كانوا ما نطحونين شم زيان ضروري تغرب لهم في واحد الغربان اللي هو رقيق رقيق باش ما يدير لناش دوك الحبيبات الشباكية ديالنو طبقات تقطع هذا كيف ما شطور هنطحونا مزيان وبالنسبة للخميرة غادي ندير كيس ديال الخميرة شوية بعدها ندرت شوية ديال المسكة الحرة والملحة ضروري إذا أي معسلة نديرو لي هالملحة بالنسبة للخميرة درت واحد الكيس ديال الخميرة واحد بحال يعني اللي بغت نقول لكم 10 قرام 10 قرام هي ديك 7 قرام ديال الكيس و 3 قرام من الكيس آخر معلقة كبيرة ديال القرفة مطحونة من الأحسن تكون مطحونة جديدة وربع كاس ديال الخل وكاس ديال مزهر استعملت بالعامري وكاس ديال الزيت ممكن تديرو زيت نباتية مخلطة مع زيت الزيتون كيف ما يمكن تديرو زيت نباتية بوحدة ودرت هديك الزبدة ولكن ره معالبرد يتخذكم ضروري تخدموها مزيان مزيان حتى تغلفوا دك الطحين كله بهذه الزبدة تبرا غير خويتها ولا تجمدها هات في دك الجنب ديال هاد القصرية هدي صافي غادينا اخذوه ضروري كنت كان شارك معاكم في السنوات اللي فات والشباكي اللي خدمت معاكم بكترة نزلوه وكتبوه غير شباكي فايزا غالي رأطلع لكم بجميع القياسات دائما الغربال الغربال هو اللي كيعطينا واحد الخليط بين دك الزبدة وكتبوه نواشيف كيكون ملس وما فيش دك الحبيبات نهائيا ما يكونوش فيه لا كورة قلز بدلا حتى حاجة يجينا واحد الخليط اللي هو ملس بحالة شكل اللي شفتوه يعني ضروري دوزوه فغربال بالنصف ايه بحالة دك اللي شفتوه كناخد هنا واحد الكاسروناء اولا كتاخدوط مجره صغيره كندير في هاد السوائل كلهم كاس ديال الزيت كاس ديال مزهر هنان سيت ما صورت ليكمش لقريعة هدك بالعمري هو اللي خدمه به وربع كاس ديال الخل حاولو ما تكترووش لخل بزاف بزاف رغتي بقى تيرس ليكم الخل كيهش شالي نكتر من القياس الضامة ديال الزعفران وكاس ديال الماء ومن بعد الماء يعني ما خصناش نزيده كتر من كاس ما اللي خصنا من بعد عاد غدي مبقاو نضيفوه هنا غدي نحط الخميرة في الفوق رضيت هذك الخالط كله ديال السوائل اغلى إلا كنتو ديرين الزعفران شعره ركتلحوه في ذاك الخالط كتعوضوه بذيك الضامة ديال الزعفران وبالنسبة ليكم منذ أخواتي ركي بقى مليكان خدمة شباكية الناس اللي بغوا سبيسيال راتة منها بوحدة والناس اللي بغوا زعفران شعره يعني قد مزدوك الحواج اللي كيكونوا غاليين قد ما كتطلع شباكية غالية ولكن هذي كتبقى بالمارغارين وهذا القوام رافيها انتو ما شتوز نجلان رافيها وحد كيميالي هي جوج كيسان صافي ذاك الماء كيكون دافي وكتخويوه على الخالط وانتو ما كتحركوه وغادي جمعوه تدخلو فيها ذاك الماء وانتو ما تردو البال باش ما تجيكمش العجينة مطلوقة هي كتبغي تدليك بزاف العروري ندلكوها لأنك يكون القوام ديالها قاسح وكتدخلو فيها يعني كتدلكوها مزيان والأحسن فرقوها على كويرة صغر ولغا تشوفوا الطريقة باش غادي ندلكها يانا هنا يدرت شوية ديال الماء دافي حتى هو غير شوية يعني لما انتو ما اللي كتحكمو فيها ذاك شباش ما كان خلطوش لماء كتير من الأول باش ذاك الزعفران ذاك الزيت وذاك القوام الاخر ما يبقاش لينا شيط اللهم ما يشيط لينا الماء بوحده دافي صافي يعني دخلتها تقريبا كاسو نص ديال الماء مع ذاك شيالي شتو قبيلة حاولو تجمعو هاد الجوانيب كلها تأكدو ان هاد جمعات صافي هادي هي الطريقة اللي كندير ولكن اخواتي حافظوا على العجنة ديالكم لان العجنة ديال شباكية قاسحة انا هادي را خليتها غير لهذا العمل هذا وماشاء الله را كتطحنو مزيان حتى في المسمنة اللي يكون عندي كتير بزاف كندير ديك السرعة مجهده وكتبقا كتضرب بحل هكا كندير لهذا الرصد الكروشي هذا ولا هادك اللي فيه بحل حشك الوريقة هكا حتى هو را كيد لك لنا المسمن وحتى العجنة ديال شباكية مزيان ولكن اردوا البل العجنة لانا اقدرها كي جيها هاد العجنة هادي جيها مجهده هادي را كنخدمها وهدو رغير من النوع اللي كنت خدي ترخيصة من مرجان يمكن ما وصلش حتى اه ستمية درهم ديك الوقت قديمة بزاف عندي دي رفيتها خمس سنوات وما زال ما شاء الله كتعطي وقد يعني خدمة به هادلي كوموند هادو او صافي غادي نقسمها على شكل كويرات را هم دلوكا مزيان ودافية داك الماء ما تخلي واش تتبرد باش داك داك الماء اللي اولي دك سوائل اللي يخلينا دافيين هما اللي كيعطونا انها كتساعدنا تدلكلينا مزيان غادي نجمعها على شكل الحراب الهكا ونديرها في واحد البلاستيكا ومن بعد ملاء غادي نكمله هوم ندير ذاك الشكل اللي معروف اللي كنديروها على شكل مسمنا باش تعطينا ذاك الفيوتاج ولك اجي في هدوك البويقات اللي كيشربوا لنا العسل الداخل هذاك هو السير ديالها كتورقوها بحال لا درتوش يمسمنا هنا هي اخذت دلاك وكنبقا نديرها على شكل اه نديرها شوية شكل بحال مستطيل ولا مربعة باش تديروا ذاك الشكل ديال المسمنا ولكن هنا غادي نبدل لك لان هذا ديال البلاستيك ما معطانيش لخدمة اللي بغيت غادي نرجع لهذاك اللي كنستعمل دائما لهو ديال الخشب صافي غير بحال هكا ديروها غير مطوية هكا على ثلاثة ولا اربعة شكل مسمنا ولا هاد شكل اللي وريتكم غير كتلفوها هكا اره صافي كتعطيكم ذاك التوريق اللي كيكون في شبكية دائما صافي كلها دوزوها بحال هاد شكل هادا وديرو القياس اللي تقدرو تخدموه ما تديروش كورات كبار باش يشيط ليكم وبقى تعودوا في العجينة صافي غادي نستعم راح تعدي ندوزها كلها بهذا الشكل وانبدا ان شاء الله هنخدم معاكم الطريقة ديالة شبكة بالنسبة الاخوات اللي عندهم الوراقة كتديرو اشريطة بهذا الشكل هكا يعني ما تفوتوش فيها واحدة واحدة عشرة سنتين في العرض بحال هكا وكتخدموها بالطول وإلا كنتو ما عندكمش الوراقة بغيتو تدلكوها راها عادية كنا نخدموها بالوراقة وكنديرو واحد بحال واحد الورقة كبيرة ولا واحد الخبزة كبيرة فيها العرض وفيها الطول وكنا كان نرشمو اولا كان كان قطعو هادو ديالة شبكة هاد الاشكال يعني هاد الوراقة إلا كانت زوينة كتساعدنا بزاف ما كانت شرع عادي ممكن نخدمو بلا بيها غادي تديروها في الرقم اللي مقبل كدوزوها في الأول في الرقم ليه هو عرض لأن كينا الوراقة اللي يخدمها من واحد حتى السبعة وكينة للعكس مهم كتجيبوها حتى المقبل الأخير مدروها شف داك الأخير بزاف بج مجينة شرقيقة كتر من القياس وغادي نستعمل هاد الجرارة هادي زوينة لأخوات اللي بغاو ياخدوها عملية كنت شاركت معاكم واحدة صغيرة وكتعطينا هادك شي صغي وور بزاف ولكن هادي كتعطيها لنا بحل القياس اللي شفتو من الأحسن حي دوري هادك اليد بشها كما تعد بكم مش في الخدمة وصافي كترسيوها بهذا الشكل وكتحولوا هادك الراس اللي كيكون تطالع ملي كي تقطع تشدوها بيديكم بطريقة هادي كتساعد بزاف وكتعطيكم الأهم أنها كتعطيكم القياس اللي هو قياس واحد في شبكية ديالكم ماشي بحال هكا وحدة كبيرة وحدة صغيرة وإن شاء الله في فيديوهات قادية ملي قرب رمضان إن شاء الله غادي نشارك معاكم طرق أخرى ديال تشبك بجرارة ولبلة جرارة المهم غادي نشارك معاكم بزاف ذيال الأشكال اللي كي يجوا عمليين وغادي يسهلوها عليكم هادي هادي وخمسة ديال الأشريطة اللي كتعطينا هاتج جرارة كنهز واحد ونطلق الجاوج ونهز تالت ونطلق الرابع ونهز الخامس بهذا الشكل هادا كندخلوهم على الصفح يرى سهلة صغير تشوفوا الطريقة بالعرض الباطئة هكا لقيت هذوك الرويسة ديال 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 الخامس وقلبت عليه الثالث وأيضا التاني أولى الأول وصفي كتحطوها للارض هنا غا نقرب لكم تصويرها سهلة يعني السهل الطريقة هي هذه كتقدوها هانتوما نرى الطريقة نتمنى تكون مفهومة لأننا حاولت نديرها لكم هكا بالعرض اللي هو باطئ وشوفوا هانتوما كتدخلوا كتعزوا واحد وطلقوا الجوج وتعزوا التالت وطلقوا الرابع وتعزوا الخامس هاذاك الخامس كان لقي ولي هذوك الرويسات كان قلبوه عليه الثالث وأيضا الأول يعني اللول في هذيك الرجمة وملي كتقلبوها على الجهة الأخرى بكل سهولة كتدوك الجوج الأخرين كيتقدو لكم بهذا الشكل وصفي كتبدا ونتوما كتوقفوهم حتى إلا كانوا شوية عوجين للجنب والله كتقدوهم باش منلي تنشفت نشفت لنا وهي مقادة ما معوجاش هانتو مشتو هادا هادا ديال اللي كان خدم بيه الحلوى اللوس ذاك ذاك القالم بيه باش كان قددوك الرويسات هكا باش يجيوكم ذاك شي مريقل وجاين في نفس القياس وانتوما كتخدمون من الأحسن من الأخوات اللي كيبغوا يخدمو الشبكية وخاتتكون قليلة ولا كثيرة خدموها في الليل باش الصباح بكري هكا تنوضو وتلقوها حي الضروري خصوات نشفلينها من بعد ما كملتها كلها أنا را أخدمتها كما قد لكم في الليل بالمثال واحد لوقيتها فات الصالة ديال اللي عيشة عاد خدمت شبكية وفي الصباح هي القيتها الناشفة هانتوما دبارها غديت قليوها وانتوما مرتاحين ما غديش هي كتبغيت كتبغيت تبقى على الأقل على الأقل ستة ديال الساعات للفوق فمن الأحسن تديروها في الليل وتخليوها الصباح كتلقوها بهات الشكل هذا وصافي كان ديرو الزيت ديالنا بالنسبة للعسل لرا كنت شاركتوا معاكم بزاف ديال المرات العسل ديال الشبكية كيكون قاسح عاد كان دفيوها شوية ما تديروش العس سوف تشد لكم العسل كتكون العسل ديالنا تقيلة بزاف اللي درتها جاريارة غير كتسخن وكنحطو فيها شبكية كتولي هي براسة كتهرب على الشبكية وما كتبقاش كتلمع انتم ما غدينا فيها واحد شوية ونحطاها على جن والزيت راجو جيطرو ديال زيت هي باش كان دير هاد القياس ديال كيلو ومئتين جرام ديال دقيق نحاول نقسمها في الجوجبان يوت باش اه باش هكام اللي نكونو كنطيبو متتغلب وقوو تحيدو بالزربة وتحيدو كل واحدة تشد حقها في العسل ماللي نحيدو واحد طاوة نكونو عمرنا واحد المقلاء وطيبناها وحطناها في العسل نخلي واحدة نطيبو الجوجة ونحطوها هنا باش تشرب ذاك العسل لقياس يعني دائما الاخوات اللي كيحطو مباشرة من الكالطيب الاخرى كيحيدو را كتكون شوية مشارباش العسل بزاف كتبغي تبقى فيها شوية حتى تدفى باسم الله غادي نبدو كنقليو عافية متوسطة ماشي مجهيدة بزاف وماشي عوتاني ميتة جوجيطرو ديال زيت كتحطوها احداكم اللي كيخص را كتزيدو مقلاء او لا من الاحسن الاخوات اللي كيبغيو يقليو شباكيا في احسن اناء هو الكوكوت الكوكوت ديال المعدن ديال الالمينيوم تقل من احسن هي اللي كنستعمل في الكوموند الكبار هي واحد نجرة عندي تقيلة بزاف وما اللي كنطيب فيهم هادي حيت قليلة درسافت هاد المقلة ديال اينوك تحت هي را تقيلة تقيلة بزاف ومن طيب ديال هراه بين الى طيب توفشي حجار قيقرة كتعطيكم واحد طباعة كبحال الحرق صافي كنحيدو هنا رغم سرع الفيديو باش كم يجيكمش طويل وهنا ياراه واحد اللي كندير بيها العسل ووحدة كنحط فيها كنعمر عوتاني المقلة والعافية كما قلت لكم توسطة ماشي مجهدة باش ما يتخطفش لنا وماشي ميسة باش ما تحلش لنا عوتاني ترطاب لنا شباكيا وتحلل لنا في المقلة ديالنا ولا في الزيت صافي غادي نستمر بها كاحتان ثم اشوفوا ما شاء الله ما فيها لطحين فاش كنشكلها ما فيهاش البيض ما كان دير شان البيض وفي نفس الوقت ما ديراش ديال غاوية ودك الكشكوشة اللي كتكون كتخسر لنا الزيت او لا الزيت كي يولي كحلة هو براسه صافي غادي مقا كان حرق فهذا مقا نقلبها كعل وجه الطرقة ديالطيه براسه لا غير ما تجاهدوش للعافية باش ما تلهفش وحتف العسل خليوها ديروجوج بانيو ودي العسل او لا واحد البانيو كبير وبقاو تخليو فيه الشباكية اللي ولا ما بقاوش نزربو عليها كل زعمة من اللي ينقلي ونحطوها نبغيو نحطوها نحطوها لاخرى ونحيدوها بالزربة لا بالنسبة للاخوات اللي بغاو يديرو غير قياسهم را سهلة خليو حتى يقرب قا عرمضان ان شاء الله وصوبو الشباكية هاد العائد القياس هادا غا تلقو المقادير مضبوطة مكتوبة في اول تعليق اولا نحطها لكم في صندوق الوصف وبالنسبة للاخوات اللي بغاو شباكية على شكل كوموند الكبر راح تقوموا مكينين في القناة معليكم غير تدخلوا للقناة وتكتبو الشباكية فايزة غالي ولا شباكية المهم كتبو فايزة غالي معه وراء تلقوها الهام ذهب كاتحيدو حتى غادي نكملو كل شي نطلقو نعطيكم الحيلة باش يبقى ليكم فيها العسل ما يتحيدش وخا تبقى حتى عام يعني ما تنشفش نهائيا وخا تبقى في الفريقو را كاتبقى مدة سنة ما كيوقع ليها اولو وكات ملي كاتدي كونجلا كاتولي بحالي الله طيبتوها ملي تساليوها في الطياب حتى تكملو يعني الطياب ديها الشباكية وتخلوها في ذاك الكسكاس هاداك العسل اللي قطر لتنجرة لتحت هو نفسه اللي كتردو عليها كيكون بارد وكتردوه دائما كما كان قوليكم العسل اللي يكون تقيل وكاتخلي واحتى كتعود تقتر مزيان صافي هاداك تتغليف هالجوجة ما يمكنش تحيد منها نهائيا كتبقى كتلمع وكتبقى يعني الناس اللي يخدوها من عنديرها بقات عندهم مدة طويلة وبقات العسل ديالها فيها ما نشفش نهائيا هدا هو السير ديالها اللي كان دير وصافي كان عبر هنا يا لانا بغيت نخرجوش كيلو القياس اللي خرجت له هادا العجن هادي ثلاثة كيلو ومئتين وخمسين قرام بالتامن شباكي ديال زنجلان هادي را كيلو عبرته هنا يا وبقات تقريبا واحد مئتين وخمسين قرام ولا تلتمية وهادو را كيلو كيلو في كل علبة يعني العجن اللي كانت تعطينا ثلاثة كيلو راها كافيانة لتحضير سكال الناس اللي هما ماشي كتار لأفراد ديالهم را كافيان رمضان ورما كيوقع لها التحجة وحطوها في الموج ميد كاتبقة اللي كتخرجوها من الفريغو جديدة بحلي الله طيبتوها يعني على حسابها البنات الأخوات اللي بغاوا يحتفظوا بالشباكية ديروها في الموج ميد وصلنا لليهات الفيديو الى اللقاء